السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا كيجي عاملين ايه وحشتونا جدا جدا معاكم مش شايمات يلا بينا نبدأ اول فيديو في العربي ترمي التاني هناخد النهاردة يا كيجي مراجعة عن الحركات القصيرة مني فكرني ايه الحركات القصيرة يا كيجي وكان عندنا كم حركة عندنا ترات حركات برافو عليك وانا سمع الشاطرين بيقولوا ايه همار الترات حركات اول حركة فتحة كثرة ضمة فتحة كثرة ضمة شايفين يا كيجي الولد رافع ايده فوق راسه يبقى عليها ايه فتحة برافو يبقى انا برفع ايدي لما يبقى فيه فتحة طيب شايفين الولد بنزل ايده تحت ازاي يبقى ايه حركة ايه كثرة برافو ولما عندي الكثرة يبقى انا بنزل ايدي تحت طيب شايفين الولد ضمة نبقه ازاي يبقى حركة ايه اتضمة برافو عليكم فتحة كثرة ضمة بفتح وبكسر وبضم شاطرين يا كيجي يلا بنا ناخد مراجعة بسيطة كده اكتب حركات الحروف الآتية عندينا حرف الألف وعايزين نكتب التلات حركات بتوعي اللي هم ايه يا ترى ألف فتحة ألف كسرة ألف ضمة ألف فتحة ألف كسرة ألف ضمة أ أ أ تاني حرف معينا حرف الباق عايزين نكتب حركات حرف الباق يلا بنا نكتبها باق فتحة طبعا حرف الباق في منه متصل وفي منه منفصل منفصل اللي هو بيبقى ايه يا تيجي شاطرين بيبقى واقف لوحده محبش حد ييجي يقف جنبه خالص لكن باق المتصل ده جميل وبيحب صحابه بيقول صحابه تعالوا اقفوا جنبي باق فتحة باق كسرة باق ضمة باق فتحة باق كسرة بي باق ضمة بو با بي بو تالت حرف معينا حرف الفاء برضو حرف الفاء يا تيجي حرف متصل وحرف منفصل حرف متصل وحرف منفصل اتفقنا ان المنفصل بيبقى واقف لوحده لكن المتصل بيبقى فاتح ايده لزحابه فاء فتحة فاء كسرة فاء ضمة فاء في فو فاء في فو بعد كده معينا حرف الحاق برضو حاق متصل ومنفصل حاق فتحة حاق كسرة حاق ضمة حاق حي حو شطرين يا كيجي برافو عليكم عندي تمرين تاني اسمه اكتب على حرف متصل يعني مجموع مديني مجموعة حروف وعايزيني اكتب الحرف المتصل بتاحها يلا بينا نبدأ نون يا طرى النون ده متصل ولا منفصل يا كيجي اهو قافل ايده يبقى ايه منفصل برافو عليكم وده الوقت هنكتب حرف النون المتصل يبقى ده نون منفصل ونون متصل عندنا حرف ايه تاني حرف الباق حرف الباق ده منفصل عايزين نكتب المتصل بتاعه يلا بنا نبدأ نكتبه برافو عليكم وده كده باق فاتح ايده عندنا حرف ايه لام ده كده لام متصل ولا منفصل يا كيجي برافو جه اه اف اليده يبقى منفصل عايزين دلقتي نكتب المتصل بتاعه برافو عليكم فاق ده فاق منفصل هوا اصل ايده هكتب فاق متصل برافو حاق ده كده منفصل اه ا하기 اصل ايده برده يلا نبدأ المتصل برافو عليكم شاطرين يا كيجي شاطرين شاطرين يلا بينا نشوف التمرين اللي معينا دلوقتي اكتب الحرف المناسب ويديني مجموعة صور وعايزين نكتب الحرف المناسب بتاحها إبرة إبرة ألف ربا عليكم مركب مه مركب يبقى حرف ايه ميم شطرين نسر نسر نه نسر يبقى حرف ايه النون برافو عليكم يا كيجي معنا صورة ايه تانية تارى لحم لا لا يبقى حرف ايه اللام برافو صورة ايه بقى دي يا كيجي بورب برافو عليكم ب ب بورب يبقى حرف الب آخر صورة معنا فيل ف ف فيل ف يبقى حرف ايه ف برافو عليكم يا كيجي شطرين الف ابرا ميم مركب نون نصر لام لح با برج ف ف فيل برافو عليكم النهاردة بايا كيجي هناخد حرف جديد خالص اول حرفة في الترمي التاني اسمه حرفة طا اسمه حرف ايه طا انت قوم معايا كده كيجي طا طا برافو عليكم احنا متفقين ان كل حرف لترات حركات فتحة كثرة وضمه طا فتحة طا طا كثرة طي طا ضمه طو طا تي طو برافو ده كده بنكتب حرفة طا عالسطر بالضبط يا كيجي مش بنزل تحت السطر ابدا لازم لازم اكتبه فوق السطر زي ما هو مكتوب قدامي كده مش يا كيجي اتفقنا يلا بنا ناخد حرف طا في اول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي اخر الكلمة في اول الكلمة ذا هي كلمة تفل 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 بتريق بتريق ده كده في وسط الكلمة مشط مشط ده في اخر الكلمة يبقى في اول الكلمة تفل في وسط الكلمة بتريق في اخر الكلمة مشط شطرين أول حركة معنا طاق فتحة يلا بينا ناخد إخوات حرف الطاق الفتحة طائرة طماطم طاق فتحة طائرة طاق فتحة طماطم طا طائرة طا طماطم طا طائرة طا طماطم بروفو يا كيجي تاني حركة معي طا كثرة طا كثرة يلا ترى إيه كلمتها وإيه إخوات حرف الطا الكثرة طفل طفل طا كثرة طا كثرة طفل طي طفل طي طفل بروفو يا كيجي أنا عايزك تقوله ورايا طا كثرة طفل طا كثرة طفل ثالث حركة معنا طا ضم طا ضم طوب طيور طو طوب طو طيور طو طوب طو طيور شاطرين يا كيجي شاطرين يا كيجي يلا بقى بينا ناخد تمرين عن حرف الطا صل الصورة بالضبط المناسب عندي مجموعة صور ومجموعة حروف وعايزين لك نوصل كل صورة بالحرف المناسب بتاحها طا فتحة طماطم بروفو طا ضم طو طيور شاطرين طا كثرة ايا كيجي طفل بروفو طا طماطم طو طيور طي طفل أتمنى تكونوا استفادتم مني في الفيديو بتاع النهاردة أشكوا في الفيديو آخر إن شاء الله مع السلامة